رقم عالمي في الـ 400 متر يقدر بـ 472 جزء من المئة يتحصل على شهادة التكريم ومكافأة مالية تقدر بـ 180 مليون سنتيم إضافة إلى تحصله على الميدالية الفضية في اختصاص 100 متر T13 وميدالية فضية إضافة إلى مكافأة مالية بقدر 90 مليون سنتيم الرياضية المتألقة الثانية جلال صافية في اختصاص دفع الجلة تحصلت على ميدالية ذهبية ورقم عالمي في رمي الجلة يقدر بـ 18.89 هي من ولاية باتنة تتحصل على شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قاومها 180 مليون سنتيم تتقدم الرياضية بوجعدار اسمهان من ولاية تسنتينا عن اختصاص دفع الجلة فئة F33 والتي تحصلت على ذهبية ورقم في الألعاب البراليمبية بـ 7.10 متر يكرمها السيد الرئيس الجمهورية شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قاومها 180 مليون سنتيم تتقدم الرياضية المصارعة عبداللاوي شيرين في اختصاص الباراجيدو من الجزائر العاصمة فئة B3 وزن أقل من 52 كيلوغرام والتي تحصلت على ميدالية ذهبية في هذه الألعاب يكرمها السيد الرئيس الجمهورية بشهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قاومها 180 مليون سنتيم تتقدم الرياضية صيفي نسيمة من الجزائر العاصمة في اختصاص رمي القرص فئة F57 وتحصلت على ميدالية فضية في هذه الألعاب يكرمها السيد الرئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قاومها 90 مليون سنتيم يتقدم الرياضي العداء كرعي عبد الكريم عن ولاية برج بوري ريج في اختصاص 1500 متر T38 والذي تحصل على ميدالية فضية في هذه الألعاب يستلم شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قاومها 90 مليون سنتيم الرياضي قرجنة كمال من ولاية وهران في اختصاص دفع الجلة فئة F33 والذي حصل على رقم 11.34 مترا ونال بذلك الميدالية الفضية في هذه الألعاب يستلم شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قدرها 90 مليون سنتيم تتقدم الرياضية قاسمي مونيا من ولاية باتنا والتي حصلت على ميدالية برونزية في أرامي صولجان فئة F32 هذه الميدالية برونزية يكرمها بشأنها سيد رئيس الجمهورية شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 48 مليون سنتيم تتقدم الرياضية حمري ليندا في اختصاص القفز الطويل T12 التي تحصلت على ميدالية برونزية في هذه الألعاب هي من ولاية الجزائر العاصمة تستلم شهادة تقدير وعرفان ومكافأة مالية قوامها 48 مليون سنتيم يتقدم الرياضي فرحاح وليد في اختصاص رامي صولجان F32 والذي تحصل على ميدالية برونزية ورقم قدره 35.34 يتدرب في الجزائر العاصمة يستلم شهادة تقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية ومكافأة مالية أقول أنها مكافأة مالية قدرها 48 مليون سنتيم يتقدم كذلك الرياضي بطير حسين في اختصاص رفع الأثقال وزن أقل من 65 كيلو جرام والذي تحصل على ميدالية برونزية في هذه الألعاب وتمكن من رفع 192 كيلو جرام رياضي من ولاية معسكر يستلم شهادة تكريم وعرفان ومكافأة مالية قوامها 48 مليون سنتيم الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية وأنتم تكرمون هؤلاء الأبطال ندعوكم فضلا لأخذ صورة جماعية تذكارية مع الأبطال المكرمين شكرا لكم شكرا لكم شكراً لكم شكراً لكم